اهلا بكم في النشرة الرياضية خطف فريق الحالة عادلا ثمينا على حساب نظره سترا بهدفين لمثلهما وذلك في اللقاء الذي اقيم ضمن الجولة الثانية عشر من منافسات دور درجة الاولى لكرة القدم سترا تقدم اولا بوسطة اللاعب علي عبد الرسول في الدقيقة الخامسة والعشرين قبل ان يعادل البرازليخ وسيمانويل النتيجة للحالة في الدقيقة الرابعة والستين وعاد سترا للتقدم مجددا بهدف للعب احمد محمد في الدقيقة الرابعة والثمانين قبل ان يتمكن البديل يوسف زويد من معادلة الكفة للحالة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضاع من جانبه حقق فريق الاهل انتصارا مهما بعد فوزه على الرفاع الشرقي بهدفين مقابل هدف واحد الرفاع الشرقي تقدم اولا بهدف اللاعب سامي الحسيني عند الدقيقة الرابعة والعشرين فيما عاد لمهدي علي النتيجة للأهل في الدقيقة الثالثة والخمسين قبل ان يسجل المحترف البرازيلي كلايتون هدف الفوز في الدقيقة التاسعة والسبعين ليبتعد الاهل قليلا عن منطقة الخطر بعد ان رفع رصيده الى اربع عشرة نقطة في حين ظل الرفاع الشرقي عند النقطة الخامسة عشر ترجمة نانسي قنقر